السلام عليكم صباح الخيال لكم جميعا ونهار سعيد لدينا أخبار مهمة ومواضيع جد 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 مهمة لكل من يعيش في ألمانيا ضروري معرفتها لنبدأ أصدقائي بالخبر الأول الوضع مقلق للغاية بمجموعة من المناطق في ألمانيا بسبب التساقطات المطارية القوية التي عرفتها أجزاء متعددة من ولاية بايرن وولاية بادن فورتنبرغ والتي أدت إلى وفاة رجل إطفاء أثناء عملية إنقاذ في ولاية بايرن بعدما انقلب قاربه كما تأثر نظام السكك الحديدية حيث خرج قطار عن مصاره في ولاية بادن فورتنبرغ بمنطقة شفيبشغموند بعد أن حصل انهيار أرضي الحمد لله ركاب القطار إتسي إي وسائق القطار الحمد لله هم سالمون هذا الحادث أدى إلى تعطيل حركة القطارات بين شتودغارت ومونشن الوضع أيضا في المناطق المتضررة والتي نزلت فيها أمطار كثيرة ما زال خطيرا وما زال هناك تحذير من هيئة الأرصاد الجوية من استمرار الفيضانات أو يتم تعطيل الخدمات الأساسية خصوصا المناطق التي يجب فيها الحضر هي بعض المناطق بولاية بايرن بادن فورتنبرغ تورينغن غايلاند فالس وهسن لذلك من الضروري دائما متابعة حالة التقس بمدنكم اكتبوا فقط بمتصفح جوجل اسم مدينتكم وبجانبه فيتا وبعد ذلك سوف تحصلون على النتائج لحالة التقس بمنطقتكم وهل هناك تحذير بمنطقتكم ونتمنى السلامة والأمانة للجميع تقوم الشرطة الألمانية بعملية بحث مكتفة في مدينة هاغن بولاية نغد غاين فيستفالن شمال الرين فيستفالن منذ يوم أمس السبت هذا الرجل يبلغ من العمر 34 عاما ويشتبه في أنه أطلق النار على زوجته وتلاتة أشخاص آخرين مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح خطيرة أحدهم في حالة حارجة الحادث وقع في منزل سكني وصالون حلاقة في مدينة هاغن بعد أن أطلق هذا الرجل النار على زوجته في شقتهم انتقل المشتبه به وهو تركي الجنسية إلى صالون الحلاقة وأطلق النار على تلاتة أشخاص آخرين فر المشتبه به بسيارته ثم تابع الهروب سيرا على الأقدام ما زالت الشرطة الألمانية تواصل البحث عنه باستخدام مروحية وتحط السكان على توخي الحضر وإبلاغ الشرطة بأي معلومات سوف أخبركم الآن أصدقائي بما نشرته الصحافة الألمانية عن ما قالته الخبيرة في الدفاع في حزب FDP الليبرالي وهي أيضا المرشحة الأولى للحزب في انتخابات البرلماني الأوروبي وواحدة من قادة حزب FDP الليبرالي لنستمع إلى ما قالته أصدقائي وأرجوكم ركزوا معي في كلامها وأيضا نريد أن نناقش هذا الأمر هل كلامها فعلا حقيقي أم أنه لو ألمانيا عملت فعلا ما تطالب به ممكن أن يؤدي هذا الأمر فقط إلى تأزم العلاقة بين ألمانيا وروسيا وممكن أيضا أن يؤدي إلى نشوب حرب بالمستقبل لنبدأ أصدقائي بما قالته ونشرته جميع الصحف الألمانية وأنقل لكم المقالة من جريدة تاقس شاو أكبر جريدة في ألمانيا وتابعة إلى القناة الأولى الألمانية العمومية السياسية شتخاكت سيمامان أعلنت عن ضرورة تفعيل جنود الإحطيات التابعين للجيش الألماني وعددهم 900 ألف جندي إحطياطي ليكونوا جاهزين حسب رأيها نظرا للتهديدات الروسية المتزايدة وقالت بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد للحرب ضد الغرب وقالت بأن فلاديمير بوتين يعزز قواته العسكرية مما يستدعي أن تصبح ألمانيا قادرة على الدفاع بسرعة وقالت شتخاكت سيمامان أن روسيا تنتج الآن الأسلحة فقط وتطبع كتبا مدرسية تصف ألمانيا كمعتدية وتدرب الأطفال في المدارس الابتدائية على استخدام الأسلحة وطار شتخاكت سيمامان أن الهجوم الروسي قد بدأ بالفعل من خلال الهجمات السيبيرانية والتجسس وحركات اللاجئين الموجهة وأشارت إلى أن نجاح بوتين في أوكرانيا سوف يشجع على مواصلة اعتداءاته مع الإشارة أيضا إلى ما يحصل حاليا في دول مثل جورجيا ومولدافيا ومحاولة روسيا السيطرة هناك على الحكم كما حضرت السياسية أيضا من أنه يمكن أن يقوم بوتين بمهاجمة دول البلطيق في المستقبل ومن أجل ذلك دعت السياسية في حزب FDP الليبرالي إلى مواجهة هذا التهديد عبر تسجيل وتفعيل الجنود السابقين كاحتياطيين كما ناشدت الشركات السماح لموظفيها الذين هم من الاحتياطيين بالتفرغ لهذا الغرض ما رأيكم فيما قالته السياسية شتخاكت سيمامان من حزب FDP الليبرالي الذي أيضا يشكل الحكومة الألمانية هل ضروري فعلا على ألمانيا تفعيل الاحتياطيين؟ ألا يمكن أن هذه الخطوة تزيد التوتر فقط وتزيد الانتقام وتبعدنا أكثر عن السلام وعن الحياة أم وتقربنا أكثر من مواجهة شاملة مع روسيا أم أنكم تقولون الوضع خطير جدا ويجب فعلا تفعيل جنود الاحتياط لكن أصدقائي لنرى الآن ما قاله مستشار ألمانيا مستشار ألمانيا أولف شولز قام بزيارة ليوم الكاتوليك المنظم حاليا في مدينة إيرفورت بولاية تورينغن ويشارك فيه تقريبا 20 ألف شخص تكلم هناك عن الحرب وحضر من تصاعد الحرب في أوكرانيا وشدد شولز على ضرورة تجنب الحرب الكبرى بين روسيا والناتو وأكد على ضرورة التنسيق الوتيق بين الحلفاء لدعم أوكرانيا في دفاعها ضد روسيا إذن نلاحظ بأن مستشار ألمانيا يرى العكس وهو لا يرغب بتصعيد الوضع لذلك مستشار ألمانيا أيضا ضد الإجبارية وإلزامية التجنيد في ألمانيا ولا يرغب بهذا الأمر ومستشار ألمانيا لا يرغب بالتصعيد لا يرغب باستفزاز روسيا ومستشار ألمانيا يقول يجب أن أي خطوة تعملها ألمانيا تكون منسقة مع الحلفاء يعني مع أمريكا ومع دول الحلفاء بريطانيا وفرنسا ولا تكون هناك خطوة أحادية تورط ألمانيا في حرب هي لا ترغب بها أيضا مستشار ألمانيا يقول نعم للدفاع عن أوكرانيا ودعم أوكرانيا لكن أي خطوة تعمل يجب أن تكون محسوبة ومدروسة بشكل كبير لأن شولتز يرغب تجنب الحرب الكبرى قالها هكذا الحرب الكبرى يجب أن نتجنبها بين روسيا والناطو لذلك هناك شيئا ما حضر كبير بالتعامل بمسألة الدفاع عن أوكرانيا ولذلك ألمانيا لا ترغب بأن تعمل أي خطوة متسرعة دون التشاور على الأقل مع أمريكا غيرت وزيرة الخارجية الألمانية أنا لنا بيغبوك من حزب الخضر موقفها وأعربت عن استعدادها لمشاركة ألمانيا في قوة حماية دولية في قطاع غزة وقالت بيغبوك إنه كما دعمت ألمانيا أوكرانيا من أجل حريتها وسلامتها فهي ترى أن هذا المبدأ ينطبق أيضا على الشرق الأوسط وأشارت إلى أن ضمان السلام في المنطقة يمكن أن يكون جزءا من المهمة المشتركة كما تحدثت عن إمكانية التوصل إلى هدنة إنسانية في حرب غزة وقالت إن الهدنة تشمل وقف هجمات حماس وإطلاق صراح الرهائن الإسرائيليين وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنا لنا بيغبوك وأوضحت أن هذا التحرك يأتي بعد التفكير فيما قدمته الدول الأوروبية لألمانيا لتحقيق الحرية والسلام بعد الحرب العالمية الثانية إذن وزيرة الخارجية الألمانية أنا لنا بيغبوك تغير موقفها الذي كان بالسابق والآن تقول وتعرب عن استعداد ألمانيا للمشاركة في قوة حماية دولية في قطاع غزة آخر خبر وهو خبر رياضي يوم أمس فاز فريق ريال مدريدا الإسباني بلقب دور أبطال أوروبا بعد فوزه يوم أمس على فريق دورتموند خيبة أمل وحزن كبير في ألمانيا بعد ضياع اللقب على فريق دورتموند الذي ظهر بشكل ممتاز بالشوت الأول لكن أضاعه فرصا جيدة ومن يضيع الفرص لا ينتظر الفوز يعني أضاعه ليس فقط فرصة واحدة أضاعه فرصة فرصتين ثلاثة أربعة أضاعه أربع فرص حقيقية للتسجيل وبذلك فريق ريال مدريد بالشوت الثاني عاد للسيطرة ومن يضيع الفرص أمام ريال مدريد لا ينتظر الفوز فاستطاع فريق ريال مدريد أن يسجل هدفين وينتصر هنيئا لمشجع ريال مدريد ولفريق ريال مدريد باللقب وحد سعيد لمشجع فريق بولوسيا دورتموند وحد سعيد لفريق دورتموند رغم ذلك يجب أن يكون مشجع فريق دورتموند جدا فخورين بما قدمه الفريق وأيضا اتقى في المدرب وأظن بأنه فريق دورتموند سيقول كلمته بالموسم المقبل كانت هذه جولة لأهم الأخبار كي تتوصلوا دائما بالجديد الأخبار الحصرية من مصادر رسمية موتوقة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وانشروا الفيديو كي تعم الفائدة شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء